اشتركوا في القناة صحة وسعادة اشتركوا في القناة من طاقم الاعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الاذاعي ويانا في اذاعة نور دبي في الاعداد حسني البلاونة في الاخراج عيسى سبيل انذكركم ارقام التواصل ويانا 600-55-1414 على الرسائل النصية 4006 حياكم الله مثل ما نقولكم كل مرة مداخلاتكم تثري البرنامج وتسعدنا وبعد توصلنا المعلومات والاشياء اللي انتوا حابينها لانا انتوا عارفين خدماتنا لكم انتوا وسعادتكم هي من سعادتنا اليوم ان شاء الله اول موضوع انه موضوع مشوق ناس وايد تحتاجه قبل السفر خاصة اللي عانون من هذه المشكلة وترتبط ارتباط كبير بعد بالتغذية اليوم موضوعنا عن علاج الطراب الرحلات الجوية الطويلة ويانا الاستاذ عرين رشيد خصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي صبحت الله بالخير عرين صباح النور دكتورة عايشة شو اخبارك الحمد لله شو اخبارك عرين تمام الحمد لله زي ما حكيتي هاي المشاكل احنا كتير بنواجهها او بنسمع فيها دائما عن موضوع الاضطراب الرحلات الجوية الطويلة وشو لازم ياكل الشخص قبل واثناء وبعد الرحلة صح بعض الناس بيجي قلولنا مثلا شو الرحلات اوضنا فيها الجوية الطويلة اللي هو بسموه الجتلاك اللي هي الشخص نفسه بيصير عنده ارتباط في الساعة البيولوجية في الجسم وهذا بسموه زي هو المسؤول طبعا عن اللي هو التواتر اليومي هو المسؤول عن تنظيم دورات النوم واليقظة ودرجة الحرارة طبعا اطلاق الهرمونات في جسد الانسان هلا طبعا الاعراض بتختلف من شخص لآخر بس الاغلبية بيواشه مشاكل في الجهاز الهضمي في الصداع في التعب الترنح اكتئاب مثلا طفيف فاحنا فيه امور حتساعد ان شاء الله في هذا العلاج بعض هاي الاضطرابات طبعا حتى لو تخفصها يعني حتى لو تخفصها اقولك تخفصها بدل ما تكون اهي تخفصها ايوة بالضبط هلا احنا طبعا نعرف انه دائما احنا منشجع ومنحف انه لازم قبل السفر قبل مواعيد السفر انه نعرف مواعيد الوجبات على اساس تكون نفس المواعيد الوجبات اللي انت رايح عليها للوجهة اللي انت مسافر عليها يعني مثلا انت رايح على بريطانيا فانت بتعرف انه بهالوقت هذا هلأ وقت فطور متى متى الغدا متى عشان على اساس الجسم يتأقلم مع هذا التغيير عبال ما انت بدك تسافر على المكان اللي انت رايح له وكمان نفس الاشي انه احنا منحتاج انه شرب المي بسبب ليش لانه في كل الاحوال ما منقدر نتجنب اللي هو خلانا نقول الجفاف اثناء السفر صح ليش لانه مناخ الطائرات بقولنا يفتقر الى الرطوبة فدائما منحف ولابد انه يشرب كثرة الماء يعني نشرب كثير مي قبل واثناء السفر واستبدال المشروبات الاخرى كافة بعصائر الفواكه والشاي الاخضر من الشغلة التالتة اللي نحكي عن موضوعها اللي هي قبل الاقلاع منحف انه ناكل وجبات غنية بالنشويات بس اظنى في النشويات احنا مش النشويات اللي هو الخبز الابيض او اللي فيها كثرة الدهون لا احنا من حفظ الالياف اللي فيها النشويات طبعا احنا منعرف عنها الخبز الاسمر اللي مشبع بالالياف اللي بساعد على طبعا احساس بالشبع لمدة اطول وبنفس الوقت انه انت اكلت نشويات تعطيكي طاقة هلا شو سبب ناكل النشويات قبل الاقلاع بالطائرة لانها مرتبطة زي ما حكوا بعض العلماء انه يوجدوا ان الهرمون المسؤول عن تضبيط النوم اللي هو السيراتونين يتم بنائه من نواد موجودة بكثرة بالنشويات هلا استهلاك النشويات لها علاقة على زيادة نسب طبعا الانسرين في الجسم اللي هو بساعد على الصيدرة في معدلات السكر في الخلايا مما انه كمان بساعد على موضوع النوم او الاستيقاظ بس احنا منحس على هذا الموضوع على اساس انت في الطيارة تقدر يتنام براحتك ما يصير عندك ارق او خلينا نقول لي انه الرحلة مسافتها طويلة بساعدك على النوم يعني لفترات معينة فما بتحس بارهاق طول فترة الرحلة بالزبط ومن الشغلات كمان اللي بنحكي عنها انه بتزيد مثلا نسبة الاستيقاظ يعني ممكن لازم يكون صاحري الشخص وهم سافر لمدة خلالي نقول ساعة ساعتين قبل ما ينام فمننصح دائما بتناول مثلا عصير الكريز وفاكهة الكيوي بدل من القهوة هلا ليش؟ لانه لانه عصير الكريز وفاكهة الكيوي بالذات فيهم بتمد الجسم بمادة الميلاتونين الميلاتونين بتساعد الجسم على الاسترخاء والنوم فهاي من الأشياء اللي كتير جدا بتساعدك أكتر من القهوة انت مجلس بدك تصحى صح؟ بس القهوة ممكن تعطيك نسبة عالية من الكافيين اللي بتخليك صاحي لمدة كتير طويلة وإرهاق في الجسم وإرهاق بالضبط بزيادة فعسا ومرات بيصير حتى اضطرابات في الجهاز الهضمي من وراها لانه إذا مش ماكي الوجبة وشرب القهوة على معدة فاضية بيصير عندنا مشكلة في الجهاز الهضمي صح فإحنا منحف ان بدل ما تشرب قهوة فيه مصدر تاني اللي هو عندك عصير الكريز أو خلينا نقول الكيوي أو خلينا نقول الفاكهات الحنبية يعني زي الأنناس والستروبري هاي جدا بتساعدك على الاستخاء وبعد فترة بتنام أما القهوة بتخليك دائما صاحي الشغلة الثانية كمان اللي حابة كمان نحكي عنها بعض الناس مجوز ينسوها فترة السفر أو قبل السفر اللي هي الصلطة هلا فيه نصح تقول إنه إحنا ما عنا وقت ناكل صلطة بس إحنا منحب نقولك إنه صلطة الخضراء الخضراء يعني اللي فيها الطماطم الخيار الخس يعني المكونات الخضراء هاي اللي موجودة في الصلطة تحتوي على الميجنيزيوم الميجنيزيوم هو مهدئ للأعصاب لأنك طول فترة السفر أنت متوتر أو خايف تروح عليك الطيارة أو كذا فإذا ولو أكلت أنت وجبة قبل قلاع الطيارة أو أثناء الطائرة طبعا إحنا نعرف إنه فيه مجبات تعطى خلال الطيارة بس فينا ممكن ما تاكل مجبة اللي فيها صلطة بالعكس كلها لأنه هاي راح تساعد على تهدأك يعني أنت بتكون متوتر من السفر أو كذا بالعكس الصلطة كتير بتهد الأعصاب بسبب اللي هي تحتوي على العنصر الغذائي اللي هو الميجنيزيوم يعني حبينا هاي النقاط يعني لو ركزنا بس عليها بتساعد الشخص على السفر خلال السفر وأثناء الرحلة الطويلة على الوجهة اللي أنت بتتسافرها بختصر بتمنع لهاي لقات تكون ساعدت شوي في هاي الأمور دلعطيتين فكرة وعطيت يا عزاء أنا المستمعين بعد فكرة شاملة بخصوص الأشياء بختصار أستاذ عارين شو الأشياء اللي الواحد يتجنبها بختصار يعني الأشياء اللي يتجنبها الشخص وهو مسافر فترات طويلة عساس ما يتعب يعني بخصوص الأكلات أو الوجبات إحنا حكينا ركزنا على الأكلات بجوزة صحية أكتر طبعا إحنا منحظ أنه نتجنب طبعا الأشياء اللي فيها دهون كثيرة أيوة زي عندنا الحلويات اللي فيها الغنية كثير بالسكر أو الزبدة عندنا القهوة إنت ممكن تشرب كوب من القهوة خلال اليوم بس مش بكثرة يعني عوضها بعصائر أفضل عندنا كمان موضوع اللي هو النشويات اللي هي الفاست فود يعني ممكن إحنا نستهوي ناكل للسندويشات السريعة ممكن بدل من أخذ السندويشات السريعة ممكن نطلب طريقة استخدامها للسندويشة يعني ممكن تكون بدل ما هي فيها تجاج مقلي أو كذا ممكن نستبدلها بشغلة مشوية أكثر أيوة أحساس إن شبعك إحساس بالشبع تعطيك إحساس بالشبع وتبعد عن موضوع الدهون والنشويات العالية في السعرات الحرارية وأهم شيء نفس ما ذكرتي نقطة الماء للنوارات يوم نكون مسافرين وخاصة الويتشة طويلة ننسى خلالها الفترة أنا نكون قاعدين ما نبدل أي مجهود فننسى ودقل كمية الماء اللي نشربها لأستاذة عرين رشيد أخصائية تغذية بهيئة الصحة بدبي شكرا لك شكرا لحتياري لكم شكرا شكرا أعزائنا المستمعين نطلع فاصلا إن شاء الله وراجعي لكم صحة وسعادة أعزائنا المستمعين حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صحة وسعادة نذكركم برغام التواصل ويانا 600551414 الرسائل النصية على 4006 حياكم الله فغرتنا الثاني اليوم فقرة مهمة بعد اللي هي حملة كنز الحياة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث تنظم هيئة الصحة بدبي ممثلة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث يوم 19 فبراير حملة واسعة للتوعية بأهمية التخزين والتبرع بدم الحبل السري ودور الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري في علاج عشرات الأمراض الوراثية وأمراض الدم المختلفة للحديث عن هذه الحملة والخدمات التي قدمها مركز دبي لدم الحبل السري بشكل عام يستنى أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة هاشمي رئيس وحدة استقطاب المتبرعين وباحث أكلينيكي أول بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث حيات شاء الله دكتورة فاطمة السلام عليكم عليكم السلام صباح الخير صباح النور اليوم إن شاء الله منتكلم عن محاور كثيرة منها حملة كنز الحياة نعم حملة كنز الحياة اللي بنطلقها بتاريخ 19 فبراير 2019 إن شاء الله إن شاء الله ممكن دكتورة تعطينا فكرة عامة عن حملة كنز الحياة والجهات اللي تستهدفها هاي الحملة طبعا حملة كنز الحياة طبعا لأول مرة تطلقها مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث طبعا بيكون اطلاق الحملة في تاريخ 19 فبراير 2019 ساعة 10 من ساعة 10 الصبح لساعة 12 الظهر في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث في مستشفى لطيفة طبعا في هذا اليوم يتم اطلاق الحملة وتعريف الناس عن أهمية الحبل السري وأن كيف تكون هذه الحملة متواصلة على مدار السنة طبعا فكرة الحملة طبعا استقطاب الأسر والأمهات والأعباء وطبعا طبعا مطلبة الجامعات بعد عساب يعرفون عن شو أهمية الحبل السري ليش نحن نخذ دم الحبل السري شو فايدة التبرع بدم الحبل السري وشو الأمراض اللي يمكن يعالجها طبعا عشان الإنسان طبعا يتخلص من أمراض اللي طبعا ممكن يعالجها الطب إلا باستخدام الخلايا الجبعية فطبعا هذه الحملة طبعا ما بتكون فقط في تاريخ 19 هي إطلاقها تاريخ 19 لكن بتستمر على مدار السنة وطبعا أول جهة حكومية بنزورها تاريخ 28 فبراير بتكون بلدية دبي إن شاء الله بيكون لنا اختاند هناك كورشة تعريفية في حكومة بلدية دبي طبعا بنتكلم فيها عن دم الحبل السري وهميتها وطبعا كيف ممكن نستحب دم الحبل السري وكيف التسجيل وشو فايدة هذا الدم وكم سنة ممكن يخزن أدنى وكيف ممكن أم تستفيد منها في الإلاج في المستقبل ممتاز يعني فكرة عامة بتعطوني الجهات المعنية أو الجهات اللي بتصيرون تعطوا فيها الحملة نعم فتم نتنقل يعني كل شهر نغطي جهتين حكومتين إن شاء الله في خلال حياتنا إن شاء الله دكتورة شو الأنشطة والبرامج اللي تتضمنها الحملة نفسها طبعا نحن طبعا عندنا محاضرة محاضرة عن أهمية الحبل السري نعطي محاضرة طبعا عامة يعني نحن في النهاية نبقى نوصل مسجل العام يعني نحن مش استهدافنا فقط الأم لأن الأم قبل كنا نتحرى أن الأم إذا هي عرفت عن دم الحبل السري وتحمست يعني هذا يكفي لكن اكتشفنا أن الأب ضروري بعد يعرف لأن الأم تحمسة وتعرف عن دم الحبل السري وحابة تخزن لكن الأب إذا كان ما يعرف فايدة دم الحبل السري ما يشجع الأم أنها تخزن دم الحبل السري فالفكرة أن شون استهدف الفئتين يعني الأم والأب ممتاز بعد الأسرة يعني كاملة الأسرة بشكل كامل وبعد حتى الطلاب المدارس والجامعات اللي هم بعدهم يعني مم الزوجين إنهم ممكن يقبلون على الزواج في المستقبل فهمية أنهم يعرفون عن أهمية دم الحبل السري صح تكون الفكرة من قبل هي نعم ويد مهم أن تكونين تعرفين عن دم الحبل السري قبل ليش؟ لأن في ناس يعني على آخر اللحظة وهي حامل مثلا وخلاص ويكون مبهي متهيئة أو مجهزة عمرها التخزين لأن التخزين يكلف مبلغ 9000 درهم أما التبرع من جاني فيكون الواحد يعرف قبل ويخطط يعني للموضوع أفضل بكثير يعني عن أن آخر اللحظة يعني أنه يقدرين أن الواحد يقرر أننا خلاص أنا بخزن دم الحبل السري لأنه طبعا قرار التخزين دم الحبل السري يعتمد على أن ليش تبين خزين دم الحبل السري متأ أنا أخزن لي لمتى أتبرع فيه لأتبرع يعني هين فالتخزين يكون دائما إذا عندكم حالات في العائلة يعني إذا مثلا في حالة مرضية في العائلة أو عائلة فيها مثلا أمراض الصراطانات بعيد الشار أو مثلا سكلت الأنيميا للأنيميا المنجلية أو سلساتينية لما نشجع الأمهات أو الأسر اللي عندهم هاي الحالات إنه يخزون دم الحبل السري لإستخدامهم الخاص أما في حالة لا إنه ما عندهم أمراض لأكس تبرع فيه يساعد كثير من الناس اللي هم بيحاجة لذلك دكتورة بما أنه تكلمنا عن دم الحبل السري ممكن تكمل منا أهمية دم الحبل السري الفوائد اللي تؤد على الأشخاص المخزنين لهالخلايا الجدعية طبعا دم الحبل السري هو دم المتبقي في المشيمة طبعا قبل كان يعتبر من النفطيات كان المشيمة والحبل السري كلها ينرمي يعتبر من فضلات الولادة ومن النفايات لكن طبعا من العشرين سنة اكتشفوا أن هاي الدم الحبل السري وهي المشيمة والحبل السري طبعا يحتوي على خلايا جدعية وممكن يعالج أكثر من ثمانين مرض من أمراض الدم فطبعا بدأت العلماء من أبحاثهم أن يشجعون أن نخزن هذا الدم الحبل السري اللي هو المستخلص من المشيمة لمدة ثلاثين سنة يتخزن في الدولة فمثل الأم حابة أن تستخدم هذه العينة طبعا نحن لأننا ما عندنا مركز الزراعة في الإمارات تشحن هذه العينة في مكان الدولة التي تجرع فيها هذه الخلايا على حساب طبعا مركز الحبل السري تتم شحن العينة للعلاج في الخارج طبعا هي خلايا عبارة عن خلايا غير متخصصة بنوية تحل محل الخلايا المتضررة في الجسم وتنتج خلايا جديدة يعني هي سبحان الله يعني وايد لها خصائص اكتشفها يعني كل يوم يكتشفون شيء جديد يعني عنها فتخزينها يعني صراحة كنز أسبب شي نحن سميناه كنز الحياة سبحان الله أن تخزينها يعتبر يعني كنز يعني كل أم لازم تستغل حتى اسمه يجذب الواحد أن يحضر ويشوف شو بيكون في الحملة هذه دكتورة فاطمة كم مدى الإقبال على تخزين الحبل السري؟ ما شاء الله كلما زادت توعية كلما التوعية زادت يعني كلما شفنا الإقبال كثر يعني في قبل 2012 ما كان في توعية يعني عن دم الحب السري وأهميتها حي ما شاء الله أغلبهم يعني يعرفون شو دم الحب السري شو أهميتها كيف يمكننا عالجنا شافوا حالات تعالجت يعني نحن في المركز عالجنا عشرين حالة يعني تقريبا من اللي استخدموا العينات المخزنة عندنا يعني ما كان العلاج في دبي كان في دول مختلفة في الخارج لكن استخدموا عيناتهم اللي هي كانت مخزنة في مركز الحب السري عشرين حالة عندنا استخدمت عينا شو كانت الحالات دكتورة؟ ثلاثيميا أغلب الحالات اللي عندنا كانت ثلاثيميا وعندت الأنيميا المنجلية اللي هي سكلثة الأنيميا وطبعا اللوكيميا اللي هو سرطان الدم بأيدي الشرف فهي أكثر الحالات اللي استخدموا فيها العينة ومعروف أن علاجها بالخلايا الجدعية علاج يعني تام فهو يعتبر من أمراض الدم يعني تبتين علاجها بالخلايا الجدعية ممتاز دكتورة ممكن تحثين عن خدمات اللي قدمها مركز دبي للحبل السري بشكل عام؟ طبعا مركز دبي دم الحبل السري يقدم خدمتين اللي ممكن أن تتخزنين دم الحبل السري يعني يكون مبلغ تسعة تلاب ترغم يتم تخزينها لمدة 30 سنة أو ممكن تتبرعين فيه للآخرين لكن حاليا نحن مكفين التبرع على أساس قاعدين ندرس آلية جديدة أسا نفتح طبعا نفتح قريب يعني بعد كم شهر بنفتح اللي بالتبرع بدعم الحبل السري لكن بالنسبة للتسجيل الآن ضروري أنها يعني بعد ما تعرف أن الطفل الحمد لله يعني تبت عندها يعني عدة محلة الخطرة لأربع شهور أنه طبعا عندنا مستجفى الطيقة والمستجفى دبي يفخفون الأمهات عن الحبل السري يعني ممكن تسأل التكاتر اللي هناك أو النشاط الموجودات أو ممكن أنه تزور مركز بيدا من الحبل السري للتسجيل إذا الأم كانت مثلا في أبوظبي أو في جيرا ما قال راتي اتقلم المركز وطبعا المركز يقدر يسوي لها الإجراءات كلها عن طريق التليفون يعني ويبعث لها اللي هو عينة التجميع يعني ترشلها يا مكان الولادة أو في البيت فحاولنا قد ما نجدر أن نسهل حتى طريقة التسجيل على أساس أننا نساعد الأمهات ونشجعهم على تخزين دم الحبل السري دكتورة فاطمة نصيحة أخيرة لمتابعين الكرمان والله من الأشياء اللي أنا دايما أنصح الأم والأب والعائلة بشكل عام أننا دايما أن دم الحبل السري هو عبارة عن كنز وأنا دايما أسميه الكود كولد وهو السائل الذهبي يعني سبحان الله قبل محد كان يعرف أنه ممكن يعالج كثير من الأمراض يعني وليش الواحد يرمي يعني بعد التسع شهور بعد الأم تتعب وتحمل وتربي سبحان الله حياة يولد حياة سبحان الله طفل يولد وممكن هذا الفلسنتا وهو المشيمة اللي احتواء خلال جبعية ممكن ينقض حياة طفل آخر يحتاج الحياة فرصيح لكل أم يعني أن تخزن دم الحبل السري في حالة الحاجلة وطبعا بعد ما نفتح باب التبرع أنها ممكن أنها تتبرع بدم الحبل السري لإعلاج كثير من الأمراض وطبعا في تاريخ 19 إذا الأم تبقى تعرف وأنا هنا على البت المباشر أقول لأمهاك أو للآباء اللي يابون يعرفون زيادة عن الحملة في تاريخ 19 فبراير في 2019 يقدرون يزورون للمركز بيكون في إطلاق لهذه الحملة وطبعا والجهات اللي بنغطيها بنعرف عن الحملة فممكن الأمة يعني حابنا تعرف عن الحملة أكثر تخليت زورنا في هذا اليوم عشان تتعرف أكثر عن الدم الحبل السري وأهميتها اللي بتكون من الساعة 10-20-12 هي نعم إن شاء الله وبتكون في مركز دبي للحبل السري هي نعم في مستشفى في حرم مستشفى لطيفة مركز دبي دم الحبل السري والأبحاث دكتورة فاطمة الهاشمي رئيس وحدة استقطاب المتبرعين وحباحث كلينيكي أول بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث شكرا دكتورة ما قصرت شكرا جزيلا شكرا أعزائنا المستمعين بعد هالتغطية إن شاء الله بنخليكم فاصل وراجعي لكم صحة وسعادة أعزائنا المستمعين رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج كوم صحة وسعادة نذكركم برغامة تواصلوا يانا 600-55-14-14 والرسائل النصية على 400-6 حياكم الله موضوعنا الثالث موضوع شيق ومهم في أكبير من الناس حتى توني أتكلم مع ضيفنا الدكتور محمد عن العداد اللي نشوفه يوميا اللي عندها هاي المشكلة اللي هي مشكلة التوازن تعتبر عيادة السمع والتوازن مستشفى دبي الأولى من نوعها على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص وهي تقدم خدماتها المتعددة للمرضى وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات العالمية وبخبرات وكوادر طبية متخصصة ذات كفاءة عالية للتعامل مع مختلف الحالات المرضية للحديث عن هاي العيادة وما يقدم من خدمات للمرضى يسترنا أن يكون معنا اليوم في الستوديو الدكتور محمد فوزي استشاري أمراض أذن والسمع وتوازن مستشفى دبي صباح الخير دكتور صباح الخير دكتور عايشة حياك الله حياك الله دكتور ممكن تعطينا فكرة عامة عن عيادة السمع والتوازن والخدمات اللي تقدمها للمرضى بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم عيادة السمع والتوازن في مستشفى دبي زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمة أنها تعتبر فعلا الأولى على مستوى الدولة كعيادة متخصصة في التخصص ده هو السمع والتوازن ده تخصص دقيق من تخصص الأذن والأنف والحمجرة إحنا في العيادة بنبقى متخصصين أكثر أن احنا نتعامل مع المرضى اللي بيشتكوا مع مشاكل الأذن عموما لما تشمل ضعف السمع بأنواعه لنتشخيص طبعا ضعف السمع عشان نقدر نعرف نوعه ودرجة ضعف السمع وأنسب حاجة لعلاج ضعف السمع إذا كان المريض محتاج علاج دوائي أو محتاج سماعات طبية أو محتاج زراعة قوقعة المرضى اللي بيشتكوا من طنين في الأذن أو وش في الأذن ده طبعا بيصيب فئة كبيرة جدا في المجتمع عندنا هنا في على مستوى العالم يعني مش في الدولة بس على مستوى العالم يعتبر شكوى يعني منتشرة جدا بسي تكرارا يعني أنا يوميا لازم أشوفها لإلى حالتين تغريبا طبعا لإني طبعا تشخيصها وعلاجها بيكون أمري من السحل يعني محتاج فعلا تخصص دقيق عشان نجري فحصات دقيقة على الأذن ونقدر نحدد بالضبط فين مكان الخلل لازم يتم تحديد مكان الخلل على أساسه نحدد العلاج المطلوب وطبعا الفئة التانية الكبيرة جدا اللي هي فئة الناس اللي بيشتكوا من دوخة وعدم توازن طبعا الدوخة وعدم التوازن تعتبر الشكوى رقم أو المرض رقم ثلاثة في الانتشار بعد الصداع وألام الضخر فمنتشرة انتشار يعني شديد جدا في المجتمع والناس كتيرة جدا وللأسف عشان أسباب الدوخة كتيرة أوي أو عديدة فيبقى صعب شوية أن احنا نقدر نحدد السبب أو يعني صعب بالنسبة للناس غير متخصصين أنهم يحددوا السبب بالضبط بتاع الدوخة إيه فإحنا عندنا طبعا الأذن مسؤولة عن 60% من أسباب الدوخة يعني الغالبية العظمى من الناس اللي بتصاب بدوخة وعدم التزان بتبقى المكان الإصابة صادر من جهاز التوازن في الأذن الداخلية أيوة دكتور شو الأتشيزة والتقنيات المتوفرة في العيادة عندكم؟ إحنا عندنا يعني إلى حد ما بنبقى يعني بنحاول دايما إن إحنا أحدث تكنولوجيا وأحسن تقنيات وأفضل تقنيات على مستوى العالم طبعا بسبب حضورنا دايما المؤتمرات والتجمعات مثلا العلمية بنقدر نعرف بالضبط شو الأشياء الحديثة الأجهزة الحديثة والحمد لله عندنا في هيئة دبي الصحية مجرد بس ما بنطلب أي أجهزة أو أي شيء نقدر نضيف بيها خدمات للمرضى على طول بيوفروها لنا فعشان كده الحمد لله إحنا في المجال ده نعتبر مكتملين تماما يعني ما عندناش أي نقص أو ننقص أي حاجة عن أي مكان موجود أو أي مركز على مستوى العالم في التخصص ده الحمد لله دكتور بس شيء بسيط يعني يعني عصاص المستمعين يعرفون شو الأجهزة اللي بيها العيادة بينفحص بأي جهاز فرضا يتعيك على السامع أشياء معينة المريض لما ييجي في العيادة لما بيشتكي من أي شكوى خاصة بالأذن زي ما ذكرت في الأول إذا كان مشكلة ضعف السمع أو دوخة أو طنين في الأذن أو إحساس بالكتمة أو الضغطة في الأذن ده شكوة طبعا بتبقى غمضة بالنسبة لمعظم التخصصات الثانية أو اللي هم التخصص العام إحنا عندنا طبعا لما المريض بييجي بنبدأ الأول معاه بأخذ التاريخ المرضي الكامل من المريض وبعد كده بيتم فحصه سريريا بالكامل برضو بيوجود أجهزة حديثة مثلا على سبيل المثال فيه جهاز بيتحط على العين وبيظهر العين على شاشة كبيرة وبنقدم من خلال فحص السرير إن احنا نحدد بالظبط إذا كان فيه رأراءة في العين أو لا لأن دايما لما تكون مثلا المريض عنده دوخة أو عدم التوازن والدوخة دي صادرة من الأذن بيكون دائما مصحوبة بحاجة اسمها رأراءة في العين فبنقدم نلاحظ الرأراء ده بشكل سهل جدا وبنقدم نحدد المشكلة خلال دقائق بسيطة وبعد كده بيتم إرسال المريض في نفس المكان في العيادة لإجراء بعض الفحصات على الأذن على الأذن الخارجية والوسطى والداخلية الفحصات دي مثلا زي فحص السمع بالنغامات النقية فحص ضغط الأذن وحركة الطبلة فحص القوقعة من الداخل على أساس أننا نحدد مكان الإصابة إذا كانت في القوقعة أو في العصب نقدر نفرق يعني عندنا الأجهزة دقيقة جدا نقدر نفرق فيها مكان الإصابة فين بالضبط نبدأ نعمل فحصات للتوازن برضو نشوف فين مكان الإصابة في جهاز التوازن لأن جهاز التوازن الموجود في الأذن الداخلية يعتبر معقد جدا يعني هو يبان شكله صغير في الصورة ولكن داخليا من أعقد الأجهزة على مستوى الجسم لأن كله مليان من قوة زي سنسورز أو حساسات كل حساس مسؤول عن التوازن في اتجاه معين فلازم نقدر نحدد فين مكان الخلل بالضبط وعلى أساس تحديد مكان الخلل ده بنقدر نقول للمريض تشخيصه إيه وإيه الدول المفروض يقضوا متابعته وإذا كان محتاج فحصات أخرى مثلا فحص إما رآي على الرأس أو على جهاز التوازن أو على جزع المخ بنقدر نحدد بالضبط شو الخطوة القادمة دكتور ممكن تحدثنا أكثر أبرز المشاكل السمعية لتصيب الأذن بشكل عام بشكل عام أنا ممكن عشان أكون واضح أو واضح الفكرة ممكن أقسمها تبع مكان الإصابة يعني عندنا مثلا الأذن معمولة من ثلاث أجزاء فيه حاجة اسمها الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية الأذن الخارجية أكتر حاجة منتشرة في المجتمع اللي هو وجود شمع الأذن بس يكون شمع يعني متجمع بشكل متكتل في الأذن الخارجية ويقافل تماما الأذن الخارجية وممكن يكون عامل ضغط شوية على الطابلة فالمريض ساعتها بيحس بكتمة أو يحس بضغطة في الأذن يحس أحيانا بضعف السمع شوية أحيانا يحس بطنة في الأذن فساعته يعرف أن فيه عنده مشكلة معينة ولازم يراجع طبعا الطبيب المختص على أساس يقدر يحدد المشكلة دي أشهر مشكلة في الأذن الخارجية الأذن الوسطى أشهر مشكلة فيها اسمها التهاب مزمن في الأذن الوسطى وتجمع سوائل وغرى الطابلة ودي دايما بتصيب الأطفال الصغيرين أكثر من الكبار الأطفال الصغيرين مثلاً اللي عندهم دایماً حساسية أو عندهم لحمية كبيرة في الحجم شوية دايماً بيجي لهم التهاب مزمن في الأذن الوسطى וارتشاح مياه ورى الطابلة ممكن الطفل بيشتكي من يعني ممكن قلم بالذات في الليل الوقت النوم ما يجي ينام يشتكي من قلم شديد في الأذن ويبكي وكده وممكن ودنه تطلع إفرازات أو صديت يعني ممكن الأب والأم يلاحظوا حاجة زي ديت ممكن سمعه يتأثر شوية لما الأب والأم ينادوا على الطفل ممكن ما يستجبش على طول ممكن يقلل تركيزه شوية يحس أنه هو الطفل مشتت مش مركز لأنه مش قادر يسمع كويس أشهر المشاكل اللي بتصيب الأذن الداخلية اللي هو ضعف السمع ده دايما بيضيف ضعف تدريجي بسيط في القوقعة والعصب من الداخل فيعمل ضعف السمع فدايما المريض اللي عن ضعف السمع بيبقى في البداية في بداية ضعف السمع بتبقى المشكلة مش مشكلة ضعف السمع مشكلة أكتر في تفسير الكلام يجي المريض يقول أنا بسمع أنا حاس أنا بسمع بس مش قادر أفسر الكلام يعني ما يفهمش الكلام بالضبط خصا في الضوضاء لما يكون الجولة حواليه في ضوضاء يبدأ يقول أنا بسمع بس مش قادر أفسر كلام. فلو ترك نفسه أو أساب نفسه كل مدى بالتدريج ضعف السمع بيزيد أكتر. وبعد كده بيحتاج ممكن سماعات طبية أو لا سمح الله في الحالات اللي هي زيادة أو يضعف السمع شيء جدا. ممكن يوصل لدرجة زراعة قوقع. هي دي أشهر الأسباب المشاكل اللي بتصب الأذن. الدكتور دايما يوميون المرضى ويشتكون من دوخة نفحص إذنهم أو نقولهم لعلاقة بواحد من الأسباب للدوخة أو عدم الاتزان للإذن. في أكبيرة تستقرب أنه يشدخل الإذن بالدوخة والتوازن. طبعا. ممكن تشرح لنا بخصوص الدوخة وعلاقتها بأمراض الإذن نفسها؟ طبعا أكيد. الأذن تعتبر جهاز الجهاز المسؤول عن التوازن بتاع الجسم كله أو المحرك المسؤول أنه يشيل الجسم يحركه من على الأرض أن الإنسان يمشي يكون حافظ توازنه في كل الأوضاع ربنا خلقه في الأذن الداخلية يعني بيكون موجود مع القوقع يعتبره جهاز واحد. رحلهم عصب واحد ودم واحد وكل حاجة واحدة. وده سر تسمية العيادة بتاعتها المتخصصة في مستشفى دبي لعيادة أمراض الأذن والسماع والتوازن. أحين يجيدي مرضة أقول له دكتور شو علاقة التوازن بالسماع وبالأذن؟ فببدأ طبعا أشرح له أن الجهاز اللي ربنا خلقه بتاع التوازن موجود في الأذن الداخلية. وطبعا الجهاز ده طبعا التوازن بيكون فيه أشكال كثيرة. يعني مثلا فيه توازن في الاتجاه الأفقي. فيه توازن في الاتجاه الرأسي. فيه توازن في الاتجاه الدوران إن الإنسان يدور لليمين لليسار. فكل جزء في الجهاز بتاع التوازن اللي ربنا خلقه في الأذن الداخلية مسؤول عن التوازن في اتجاه معين. سبحانه. فده بنسميه جهاز التوازن الطرفي. جهاز التوازن الطرفي اللي موجود في الأذن الداخلية. ده مرتبط بجهاز التوازن المركزي اللي موجود فيه المخيخ وجزع المخ. فهم يعتبروا الطرفي مع المركزي يعتبر هو منظومة التوازن في الجسم كله. وارتباطهم يعني الطرفي مع المركزي اللي هو السنترال اللي له علاقة بالدماغ نفسه. بالضبط تمام. دكتور شو أهمية الكشف المبكر عن أمراض السم؟ ودور هالشيء في الحد من المباعفات طبعا ضعف السمع فيه درجات يعني عامل بضعف دايما أنا بمثل ضعف السمع بضعف النظر لأن دايما يعني الناس ما بيسألوا أو المرضى ما بيسألهم بيفهموا الحاجات اللي هي خاصة بالنظر أكتر من السمع شوية صح فهو السمع نفس الفكرة يعني السمع مش معناه أن الواحد يسمع مثلا يكون بيسمع 100% أو ما بيسمعش خالص لا فيه درجات ضعف السمع في الوسط يعني ممكن الواحد يكون عن ضعف السمع مثلا 10% 20% 30% تبع درجة الإصابة وغير كده كمان فيه أنواع من ضعف السمع يعني مش مجرد بس درجات ضعف لا فيه أنواع كمان فيه ضعف السمع اسمه ضعف السمع توصيلي ده بيكون ناتج عن خلل في الأذن الخارجية أو الوسطى فيه ضعف سمع تاني اسمه ضعف سمع حسي عصبي ده بيبقى ناتج عن مشكلة فيه القوقع والعصب السمع من الداخل وفيه النوع الثالث اللي اسمه ضعف سمع مزدوج ده بيكون توصيلي مع حس عصبي ناتجة إصابة في الأذن الوسطى أو الخارجية مع الأذن الداخلية فلازم طبعا المريض لما بيجي بيتم فحصه طبعا كل ما نكتشفه مبكر ويكون درجة ضعف السمع بسيطة بيكون علاجه أسهل وبنقدر نحافظ على البواقع السمعية لأن دلوقتي لما يكون المريض عن ضعف سمع بسيط وبعدين مثلا يهمل في نفسه ومسلا ما يروحش عند الطبيب المتخصص يجري مثلا فحصات الطبية اللازمة وبقى فيه تدخل مبكر يعني مثلا ممكن تدخل المبكر بس منجرد أن نقول المريض والله فيه بادئ يحصل ضعف القوقع والعصب وبنديله زي كده تعليمات معينة أدوية ممنوعة ممنوعة تعرض للضوضاء ممنوعة ممنوعة فيه تعليمات عامة كده بنديها للمريض حفاظا على البواقع السمعية الموجودة عنده عشان ما تتأثرش أكتر ده طبعا فايدة تكشف المبكر وطبعا لو اكتشفنا في مرحلة بتكون متقدمة أكتر بيكون فيه تدخل يعني لكل مرحلة فيه تدخل معين التدخل ده يعني يتراوح ما بين منجرد تعليمات عامة نديها المريض وأحيانا ندي أدوية لو كانت مشكلة في الأذن الوسطى على طول والمريض يرجع يعني باته نورمل يرجع لطبيعته مرة تانية أو لو حاجة بقى تكون متقدمة شوية بنبدأ بقى بالسماعات الطبية أو في حالات متقدمة أوي ممكن نفكر في زراعات القوقع وزراعات القوقع ممكن متاحة للأطفال الصغيرين والكبار في السنة حتى الحمد لله إن شاء الله ربنا عافينا جميعا دكتور في شيء نسميه بالدوار الحراكي ممكن تعطينا فكرة عن هالنوع من الدوار وشو هو أعراضها الدوار الحراكي ده يعتبر أشهر نوع من أنواع الدوار أو الدخل اللي بتصيب الناس عموما خصوصا الناس اللي هم العمر الوسطي والعمر الكبير هو دايما عادة ما بحصلش في الأطفال الصغيرين ده الدوار الحراكي ده بيبقى ناتج عن خلل في الأذن الداخلية الخلل بيبقى عبارة عن إن إحنا عندنا في الأذن الداخلية من ضمن تركبها إن فيه حساس معين مسؤول عن التوازن الحساس ده عبارة عن مادة جيلاتينية وعليها حبيبات فبنسميها حبيبات الأذن أو بلورات الأذن أو كريستالات الأذن كريستالات الأذن ديت بتبقى موجودة في الأذن بشكل طبيعي لا وظيفة معينة فحيانا الكريستالات ديت تسيب مكانها تتكسر وتسيب مكانها وتمشي مع السائل وتقوم دخل أي قناة من قنوات التوازن اللي هي القنوات الهلالية الثلاثة فيه عندنا قناة أمامية وخلفية وفقية لما يتم تسريب أو دخول الكريستالات بتاعت الأذن داخل القنال الهلالية يبدأ المريض يجي له نوبات دوار شديدة جدا بينسمها دوار حركي المريض يوصف ويقول طول ما أنا مثلا ساكن براسي ما بتحركش أموري طيبة أول ما بحرك راسي في اتجاهات معينة زي مثلا أنزل أنام في السرير أتقلب مثلا في السرير من جانب إلى جانب مجرد مثلا أن أنا أقوم من السرير من النوم أحاول أجيب حاجة مثلا من على الأرض أجيب حاجة مثلا من مكان مرتفع ألف في راسي الورا مع أي حركة راس يحس بدوار شديد جدا يحس أن الدنيا بتدور به بشدة ويحس أنه ممكن يعني يقع على الأرض ما يقدرش يمسك نفسه ويحس معاه ممكن بغممان في النفس غثيان ومن يلقي شديد وممكن فعلا يقيق يعني دكتور مثل هالحالات شو يكون علاجهم؟ علاجهم بيتم خلال دقيقة واحدة يعني المريض ممكن تلاقيه بيوعاني أيام وشهور وأحيانا سنوات وحتى مع الأعراض اللي ذكرتها تأثر على حياته وتكون الأعراض يعني متعبة الدوخة تعتبر من الحاجات اللي ممكن تسبب إعاقة يعني بتوصل لدرجة الإعاقة لأن الإنسان اللي عنده دوخة أو دوار شديد ممكن ما بيقدرش نروح عمله ما بيقدرش أنه مثلا يروح يقضي أغراضه اليومية الأعمال اليومية العادية ما بيقدرش يتحرك ما بيقدرش مثلا يسوق سيارة ما بيقدرش يعمل أي نشاط في حياته فممكن توصله لدرجة من درجة الإعاقة فعشان كده أي إنسان أو نصيحتي للمرضى أو المستمعين أي الحمد لله دلوقتي في وجود التقنيات الجديدة للفحص فما بنلاقيش أي مشكلة خالص في التشخيص الصحيح وكل شيء والحمد لله له علاج بس المهم التشخيص الصح فالدوار الحركة ده لما المريض بييجي لو ناتج عن حركة الكريستالات لما بيجي لنا العيادة بيتم تشخيصه أولا نعرف بالضبط وين جهة الإصابة إذا كانت يمين أو يسار بنقدر نعرفها على طول وبعد كده بنقدر نحدد أي قناة مصابة سكانت أمامية أو خلفية أو أفقية وبعد كده بيتم إجراء منوفر أو مناورة معينة إن الراس والجسم بيتمسك وبتلف بطريقة معينة بحيث إن الكريستالات أو الحبيبات اللي موجودة داخل القناة تطلع بر مكانها ترجع لمكانها الأصلي المريض على طول يرتاح في الحظة على طول يعني يتم علاج كله بالضبط خلال دقائق بسيطة بدون أي أدوية بدون أي تدخل جراحي بدون أي شيء بعد هالحركة أو المنوفر على طول المريض بيحس براحة بدون أي شيء الحمد لله دكتور بالنسبة عندنا مشكلة وايد من الدولة خاصة للناس اللي تسافر ما بالكل بس ناس وايد تسافر وتيك تشتكي من إذنها في نصايح معينة توجهونها للناس اللي تي من السفر أو قبل حتى ما تسافر أو حتى في الطيارة لأن دائما بعد السفر في ناس معينة تي إذنها من سدة أو آلام في الإذن احنا طبعا زي ما احنا عارفين أن الأذن حساسة لتغير الضغط تغير الضغط بمعنى أن مثلا الإنسان أثناء السفر فيه صعود للطائرة وفيه هبوط للطائرة دائما المشاكل كلها بتاعت الأذن بتحصل عادة أثناء هبوط الطائرة يعني ما بتحصلش عادة أثناء الصعود أو أثناء فترة الطيران يعني مثلا واحد مسافر مكان والطيارة ممكن تأخذ ساعات طويلة عادة ما بقاش فيه مشاكل يعني مثلا الطائرة بتطير في السماء لمدة 8 ساعات أو 10 ساعات عادة ما بحصلش مشاكل طول ما الضغط ثابت مشكلة كلها بتصدر عادة أثناء هبوط الطائرة أثناء الهبوط لأنه بيبدأ يتكون زي ضغط سلبي شديد وراء الطابلة أثناء الهبوط ولو المريض ما أخدش باله الضغط السلبي ده بيبدأ يزيد 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 بالتدريج ويبدأ يضغط على الطابلة يعني شد الطابلة نحية الأذن الوسطى ويبدأ يسبب ألم شديد جدا ويسبب إحساس بالضغط والكتمة في الأذن شديدة وضعف السمع في نفس الوقت والمريض لو ما أخدش باله برضو حاول أنه يفك الضغطة ديت عن طريق بعض الحاجات معينة اللي أنا نصح لو ألا حالا دلوقتي للمرضى بيبدأ يتكون سائل وراء الطابلة ويبدأ يدخل في مشكلة كبيرة جدا فعشان كده نصحتي للمرضى أو اللي عندهم مشاكل دايما في الأذن الوسطى وعندهم ضغط سلبي وراء الطابلة دايما أثناء هبوط الطائرة يحاول يكونوا دايما مستيقظين ما يكونوش نايمين ممكن الواحد يكون نايم أثناء الهبوط يحاول يكون مستيقظ اللي عنده مشكلة يحاول يشرب دايما مية يكون يخلي مثلا جنبه مية ويشرب مية على طول باستمرار ممكن يستخدم مثلا الجم العلكة أو اللبان تمام وممكن يعمل اللي هو الفلزالفا اللي هو يمسك أنفه وينفخ لبرة بس بشكل تدريجي وبشكل بسيط وما يديش فرصة أن الضغط السلبي اللي هو ورد طابلة داي اللي هو يتكون طول ما مش عاطي فرصة مش هيحصل أي حاجة خلص والأمور تبقى طيبة واللي عندهم حساسية جديدة المعروفين عندهم عندهم حساسية في الأنف أو عندهم دايما ضغط سلب ورد طابلة الأفضل أنه قبل الطيران مثلا بثلاث أربعة أيام يقضوا فيه أدوية معينة كبروفلاكتك يعني أدوية حماية عن طريق مثلا فيه بخخات للأنف وفيه قطرة معينة بتعطل الأنف وفيه أقراص مضادة الهستامين لو أخدها بيقلل احتمالية أي مشاكل أثناء الطيران وبعد دكتور بعد إذا وقانت عند المشكلة يتم علاجه لو المريض حصل له أي حاجة من هذا القبيل وزارنا بعد السفر وحصل أن فيه ضغط سلب ورد طابلة جديد وحصل تكوين سائل ورد طابلة علاجه سهل بسيط لا يوجد فيه أي مشكلة خلص الحمد لله الحمد لله دكتور حابينك تعطينا نصيحة للمستمعين يعني بخصوص أمراض للتزان وعموما أمراض الأنف وإذن حنجرة طبعا نصيحتي لسادة المستمعين جميعا اللي هو التدخل المبكر ثم التدخل المبكر وعدم التقصير في أي شكل من أشكال الأمراض أو الإحساس أو الشكوى اللي بتظهر فيه في كل مشاكل الأذن والأنف والحنجرة التدخل المبكر يعني نصيحتي بوقت المريض يحس بأي مشكلة حتى لو بسيطة بس المشكلة دي مثلا معلقة معاه أو موجودة معاه بشكل مستمر أو بتروحه وبتيجي ومفيش مش حاسس مثلا إنها بتختفي أو بتزيد عليه أو بتتغير لحاجات أخرى يجب استشارة الطبيب المختص بأسرع وقته على طول لأن الحمد لله كل شيء حاليا مع التشخيص الصحيح أو التشخيص السليم له دواء ولو علاجة إن شاء الله إن شاء الله نصيحة أخيرة بخصوص الجو اليوم للناس اللي عندهم حساسية في الأنف أو حساسية عموما ده الجو اليوم ممتع جميل بداية كان قبارش الحمد لله الجو جميل خالص الحمد لله طبعا الناس اللي عندهم حساسية أو حاجة طبعا يعني حاولوا يتلاشم التغير الجو اللي بحصل بشكل مفاجئ ده يعني دائما يحاول يحافظ على درجة حرارة جسمه ما تعرضش مثلا من طيار بارد إلى طيار حار أو من حار إلى بارد بقدر الإمكان ولو بيأخذ أدوية الحساسية يستمر عليها الحمد لله دكتور محمد فوزي استشاري أمراض أنفو أذن سمعوا توازن مستشفى دبي شكرا لك أهلا وسهلا شكرا جزيلا مستمعين الأعزاء اليوم حلقتنا كانت مثرية عندنا معظم الأشياء اللي متكررة ودايما نواجهها وأنا يمكن كطبيعة شغلي كطبيبة أسرة يوميا أشوف فأشياء متكررة علينا البارحة ذكرنا آلام الظهر اليوم آلام الأذن الاتزان هذه أشياء يعني متكررة بشكل كثير يعني تبرز كم أهمية هذه هاي النقاط أنها تتناقش في برامج تهم المجتمع وبرامج الجميع يقدر يسمعها عنا اقتراح بخصوص من بو أحمد اقتراح لو يرسل على الواتس أب موجز عن دم الحبل السري بتكون معلومة جيدة إن شاء الله بننقلها لمركز الحبل السري إن شاء الله بننقلها لهم وإن شاء الله بيردون عليك بخصوص الاقتراح مستمعين الأعزاء فاختام حلقتنا نشكركم على استماعكم إلنا وحسن متابعتكم وتواصلكم معنا مبروك عليكم الرحمة وشكر جزيل للفريق الإعلامي للهيئة وإذاعة نور دبي في الإعداد حسني البلاونا في التنسيق يانا أحمد سلامة في الإخراج ويانا عيسى سبيل محدثتكم دكتورة عاش البسطي نشوفكم إن شاء الله إن شاء الله نلقاكم باتشر إن شاء الله نفس الوقت ساعة عشر برنامج صحة وسعادة ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي